بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد هذا هو الدرس السابع عشر في مبادل اقتصاد الكلي وهو مخصص كمثال على نموذج تحديد الدخل الكلي اللي هو الواي بلس تساوي سي بلس آي بلس جي بلس اكس ماينس اما كما يتذكر في الله بالمبادئ الكلي واعتقد انه الاقتصاد الوسيط يعني الاقتصاد الكلي الوسيط الان نعيد كتابة معادلة الدخل الكلي رياضياتيا كما يلي عندي واي اللي هو الدخل الاجبالي او الدخل الكلي تساوي سي بلس آي بلس جي بلس اكس ماينس ام حيث الدخل الكلي واي سي الانفاق الاستهلاكي على السلع المعمرة وغير المعمرة الاستهلاكي اللهم الانفاق الاستثماري الان نفقات الحكومة جي وعندي قيمة الصادرات وقيمة المستوردات فهذا هو النموذج تحديد الدخل الكلي مصادر الدخل الكلي من انفاق الاستهلاكي من انفاق الاستثماري من انفاق الحكومي ومنصافي القطاع الخارجي طبعا السلعي اللي هو الصادرات قيمة الصادرات مطروح منها قيمة المستوردات الان الدخل الاجمالي والدخل المتاح في البداية لابد ان نميز بين الدخل الاجمالي gross income اللي هو y gross income الدخل الاجمالي قبل ان ندخل عليه او نخصم منه اي اشي والدخل المتاح اللي هو disposable income اللي هو y sub d so y ناقص d بمعنى انه هنا طرحنا الضرائب t هنا تعني الضرائب اما على شكل داله او على شكل قيمة وسنبينها في الشرح المقبل ان شاء الله ما يعني بين الاستهلاك c consumption function البسيط تأخذ احد الشكلين الاتيين الان اما c تأخذ الشكل التالي اللي هو c تساوي a زائد mpc في y حيث الانفاق الاستهلاكي c autonomous consumption a او ما يسمى بالانفاق الاستهلاكي على السرعة المعمرة وغير معمرة المستقل عن مستوى الدخل هذا الانفاق وعند الميل لحده ذاك mpc مضروب في y اللي هو مستوى الدخل لكن هذا الدخل الاجمالي لم ندخل عليه الضرائب او الان c الانفاق الاستهلاكي يساوي a زائد mpc في الدخل المتاح اللي هو y مطروح منه الضرائب اما دالة او قيمة فهذا هو الدخل الاجمالي طبعا y وعندي هنا الدخل المتاح اللي هو y ناقص t y ناقص t هو الدخل المتاح وعندي الاستهلاك المستقل عن الدخل a والميل يحدد الاستهلاك mpc the marginal propensity to consume وكي وهذا طبعا هو ما يسمى اما mpc في y ناقص t او mpc في y اللي هو ما يسمى بالاستهلاك المحفز induced consumption كما يتذكر الطلبة الاعزاء في المحاضرات المتعددة induced consumption عن دالة الضرائب تأخذ دالة الضرائب الشكل الآتي عندي t تساوي t sub a وسأشرحها بعد قليل زائد small t في y حيث t اجمالي للضرائب t sub a الضرائب المستقلة عن مستوى الدخل ما يسمى بالautonomous tax حطينا a sub a للدلالة دائما عن القيم المستقلة عن مستوى الدخل الآن المعدل الحدي للضريب marginal tax rate اللي هو small t مضروب في مستوى الدخل مستوى الدخل ما يعني هاي اللي هي القيمة induced تاكسز أو الضرائب المحفزة محفزة من قبل طبعا الدخل الانفاق الاستثماري والانفاق الحكومي لابد من بيان حقائق بسيطة لكنها مهمة هذه الحقائق عن الانفاق الاستثماري i والانفاق الحكومي g اولا يعتمد الانفاق الاستثماري i على عوامل عدة اهمها الدخل الانفاق الاستثماري investment expenditure يعتمد على عوامل متعددة اهمها الدخل بمعنى اخر قيمة الانتاج او كمية الانتاج في المجتمع معين فكلما زاد زادت هذه القيمة او توسع الانتاج وزاد كما ونوعا الاستثمار يزداد تباعا حتى يجيم فلذلك اهمها الدخل الكلي y في الانفاق الحكومي ثم اسعار الفائدة اسعار الفائدة باعتبارها معيارا لكلفة الفرصة الضائعة البديلة اي ان الان investment is a function of y اللي هو الدخل و r هو سعر الفائدة باعتباره معيار لكلفة الفرصة البديلة فهنا طبعا لا اريد ان ادخل في مخاض شرحها لا ان شاء الله في مقاطع مستقبلي سأشرحها باذن الله لكن بذكر احبة الطلبة بان اي تعتمد على الدخل كمهامل مهم جدا ويعتمد على سعر الفائدة هنا العلاقة بين الاستثمار والدخل علاقة موجبة positive relationship والعلاقة بين الاستثمار وسعر الفائدة علاقة سلبية negative relationship ثانيا يعتمد الانفاق الحكومي على عوامل عدة اهمها الدخل كذاك الامر عندما يرتفع مستوى الدخل الحكومة تنفق اكثر ثم اكثر حتى تديم هذا الانتاج والعامل الثاني هو عدد السكان اللي هو size of the population واسعار الفائدة باعتبارها كلفة اضافية الان يعني جي اذا اسعار الفائدة بترتفع مستوى كلفة اضافية على الحكومة واذا واي ارتفعت الان بزيد الانفاق الحكومي اذا عدد السكان زاد برتفع الانفاق الحكومي وهكذا اي ان الان جي is a function of واي وبوب اللي هي population وار سعر الفائدة اللي هو الان وبوب اللي هي سعر عفوان عدد السكان فجي is a function of واي population size وسعر الفائدة الانفاق الاستثماري والانفاق الحكومي سنفترض عند هذا المستوى مبادئ اقصاد الكلي بسيط يعني مبادئ اقصاد كلي بان الانفاق الاستثماري اي والانفاق الحكومي جي مستقلان عن مستوى الدخل واي اي انهما لا يتأثران بمستوى الدخل مهما كان حتى نهون الصورة في ذهن الطالب لكن في مساقات متقدمة طبعا رح يعني هذه الافتراضات يتم الغاءها او عدم اخذها بعين الاعتبار وسيعتمد الاستثمار بالحالي على واي وسعر الفائدة والجي كذلك الانفاق الحكومي هنا سيعتمد على واي والpopulation وسعر الفائدة وعوامل مؤثرة اخرى ما يعني الان بما انه افترضنا بان الانفاق الاستثماري والانفاق الحكومي المستقلان عن الدخل اي نعتبرها اوتونومس كوانتيتي اي صب اي اوتونومس كوانتيتي اللي هي كمية او متغيئة عفوا يعني كمية ثابتة مستقلان عن الدخل و جي كذلك الامر كمية مستقلة عن الدخل جي صب اي اكي هذا الانفاق الاستثماري مستقل عن مستوى الدخل اللي هو اوتونومس انفستمنت وهذا الاندي انفاق حكومي مستقل عن الدخل اوتونومس جورمنت اكسبنديشر الصادرات والمستوردات سنفترض بان الصادرات اكسبورت مستقلة عن مستوى الدخل لسبب ما منطقي لان اقتصادات الدول المصدر لها هي التي تتحكم بما تستورده على سبيل المثال من مثلا الاقتصاد المصر الاقتصاد السوري الاقتصاد الاردن الاقتصاد السعودي فما تصدر هذه الاقتصادات الى الدول الثانية تتحكم فيها تلك الدول الميل الحدي للاستيراد من قبل تلك الدول اي ان الان نفترض بان الاكسبورت اللي مثلا بالاردن هون حجم الصادرات هي كمية مستقلة عن الدخل X sub A نعتبرها انها مستقلة اما المستوردات الامبورت ام اختصارها ام هنا اختصار الاكسبورت اكس اختصار الامبورت المستوردات ام فيتم التحكم بها بواسطة الالة الاقتصادية المحلية نحن يعني في الاقتصاد المحلية ما يعني بان دالت المستوردات تأخذ الشكل البسيط التالي ام تساوس ام صب ا زائد ام بي ام في واي طبعا اجمال المستوردات ام ام صب ا اللي هي المستوردات المستقلة عن مستوى الدخل هذا هو الميل MPM الميل الحدي لاستيراد marginal propensity to import marginal propensity to import اللي هو الميل الحدي المستوردات وعندي الان مستوى الدخل Y ما يعني الان انه المستوردات المحفزة هي حاصل ضرب MPM the marginal propensity to import مضروب في Y المستوردات المحفزة induced import فهذه دالة المستوردات التي سنعتمد عليها الدخل التوازني نقوم الان بالتعويض القيم البسيطة عن A و I و G ودالة الاسهلاك طبعا C ودالة الضرائب T ودالة المستوردات M في مستوى الدخل كما ياتي Y تساوي C plus I plus G plus X minus M الان بالتعويض لنحصل على Y تساوي الان C تساوي A زاد MP C في Y ناقص T عوضت عن دالة عن T بالقيم الدالية أو بصيغتها الدالية اللي هي ناقص T فابصي عندي ناقص T صب A ناقص T small اللي هي margin tax rate مضروب في Y زائد I كأوتونموس كوانتيتي أو كمية ثابتة زائد G sub A كمية ثابتة زائد X بورس كمية ثابتة ناقص دالة المستوردات اللي هي داخل القوس طبعا إشارة سالبة هاي تدخل على الكل وبتخلي كل إشي بتغير إشارته بطلع عندي الآن M sub A مارجن عفوا الأوتونموس إمبورت زائد مضروب في مستوى الدخل بفك الأقواس وتجميع الكميات المستقلة مع بعضها بعضا وتجميع الكميات المحفزة في الطرف الأيسر نحصل على ميلي Y ناقص MPC في Y لاحظوا لي هنا هاي الإشارة سالبة طبعا هنا موجبة تدخل على Y فموجب في موجب Y لكن عندما نقول هالطرف الأيسر تصبح سالبة فناقص MPC في Y زائد MPC في T في Y لأن الإشارة سالبة أصبحت موجبة في الطرف الأيمن زائد MPM هنا طبعا هنا MPM الإشارة سالبة تصبح موجبة وبالتالي أحصل على Y سالب MPC في Y زائد MPC في T في Y زائد MPM في Y تساوي كل القيم اللي على الطرف الأيمن مستقل كمية ثابت A زائد I صب A زائد G صب A زائد X صب A ناقص MPC في T صب A ناقص M صب A دعنا نتمم على الشريحة التالية نعيد كتابة نتيجة السابقة Y ناقص MPC MPC زائد MPC في T زائد MPM كلها داخل القوس تساوي الكميات الثابتة A زائد I A G صب A زائد X صب A ناقص MPC T صب A ناقص M صب A ما يعني الآن أن الدخل التوازني هو Y ستار تساوي الكسر هذا الكميات المستقلة عن مستوى الدخل أتت في البص وفي المقام الآن هاي القيمة إما تبقى واحد ناقص MPC لكن واحد ناقص MPC تساوي MPS هذه MPS زائد MPC في T زائد MPM وهو البطلوب إلى هذه اللحظة اللهم إلى هذه اللحظة الآن مثال دعنا من أجل أن نقارن نفترض بأن C تساوي 15 زائد 90% من الدخل هنا لا يوجد ضرائب ولا يوجد عالم خارجي إلا من صدر نحن يعني الافتراض أن الحكومة دخلت كمنفق الآن في هذا المثال C تساوي 15 زائد 0.9Y اللي هي الميل حد 90% من الدخل وأن الحكومة دخلت كمنفق ولم تجبي ضرائب وأن المستوردات كانت صفرا والمعلومات التالية متاهة عندي Autonomous Investment تساوي 10 I sub A تساوي 10 النفقات الحكومية مستقلة عن مستوى الدخل G sub A تساوي 10 الإكسبورت اللي هي الصادرات مستقلة عن مستوى الدخل X sub A تساوي 10 والإمبورت تساوي صفرا ما يعني الآن بأن الدخل التوازني يكون كما يري Y ستار تساوي A زائد I A زائد G A زائد XA على 1 ناقص MPC وتساوي 15 زائد 10 زائد 10 زائد 10 على 1 ناقص 0.9 المجموح هنا 45 هذا هو حاصل الطرح هنا في المقام 0.1 ما يساوي 45 على 0.1 يساوي 450 كما تراحضون 450 مستوى الدخل التوازني إذا كانت هذه المعلومات البسيطة متاحة لنا الآن سندخل سندخل شيء آخر تتم طبعا نضع الآن التوازنات والتمثيل بياني يمكن تمثيلها بيانيا كما يلي التوازن مع الاستهلاك فقط C تساوي A C تساوي 15 زائد 0.9 Y تساوي Y إذن Y ستار تساوي 150 يعني الآن إذا كان مستوى الدخل 150 كله يذهب إلى استهلاك فY ستار التوازن بين Y ستار والC لون السهلاك يساوي 150 الآن مع الاستهلاك والاستثمار Y تساوي C بلس I سب A فبطلع عندي الدخل التوازن Y ستار تساوي A زائد I سب A على 1 ناقص MPC تساوي 25 مجموعة على 1 ناقص 0.9 يكون الدخل التوازني الذي يشبع رغبات المستهلكين ويربي رغبات المستثمين عند هذا المستوى 250 فساعد بمقدار يعني 100 من 150 إلى 250 ترى بدأ أذكركم أنه الملتبلاير أو الأثر المضاعف هنا كل دينار إضافي أثر النهائي على الدخل التوازني بيكون 10 الآن التوازن بين مع الاستهلاك والاستثمار ونفقات الحكومة Y تساوي C زائل I صب A زائل G صب A زائل X صب A بكون عندي Y ستار تساوي هذه الكمية ثابتة على 1 ناقص MPC وتساوي بالحال 45 450 450 450 التمثيل البياني لها لنفض الآن على المحور الأفقي هو مستوى الدخل المحور العمودي بيكون عندي C و I الاستهلاك والاستثمار نفقات الحكومة والصادرات هذا الخط المرجعي له كل النقاط عليه بيكون متساوية أفقيا وعموديا يصنع مع الأفق زاوية مقدار 45 درجة هذه C اللي هو التوازن بين C و نطلق من نقطة 15 هذه 15 اللي هي A فهذه ده الاستهلاك بلتقوا عند هذه النقطة وبالتالي الآن الدخل التوازني مع الاستهلاك فقط هو 150 كما ذكرنا سابقا 150 الآن إذا أضفنا ل A ل C I I كذلك امر افترضناها بأنها كمية مستقلة عن مستوى الدخل C plus I وبالتالي الآن التقاطع العمودي بيكون عند النقطة 25 والتقاطع على المستوى الأفق العمودي بيساوي بالحال هاي 250 كما اكتشفنا هنا وأخيرا الآن أدخلنا الجي عندي C plus I plus G فبكون عندي نقطة توازن طبعا هون نقطة من العمود 35 ونقطة التقاطع بيكون بالحال هاي 350 اعتقادي وأخيرا طبعا يصبح الآن نقطة الانبتاق في علم المستقلة المستقلة عن مستوى الدخل يرتفع الدخل التوازني وبكون متأثل طبعا بالمضاعف أوكي هذه طبعا هنا 450 فأذكركم لاحظ أثر المضاعف اللي هو 1 ل 10 كل دينار أو كل وحدة انتاج كل وحدة انفاق عفوا دخلت على المنظومة هذه تؤدي إلى زيادة دخل التوازن بالمقدار 10 وحدات الآن تتم الآن ندخل الضرائب والمستوردات على المثال السابق باعتبارهم التسريبات تذكروا الليكجز قلنا انه الآن اذا الحكومة فرد الضرائب فكأنما تسربت من الدخل لكن الحكومة تعيد ها في الدورة الاقتصادية على شكل نفقات حكومية وبالتالي الآن لنفترض بأن C تساوى 15 جاء المثال السابق نفسه لكن أضفنا الآن يعني الضرائب عليها وبالتالي الدخل لم يعود إجماليا الآن الدخل هو disposable income Y ناقص T وأن الآن دالة الضريبة تساوي 5 زائد 5% من Y والمعلومات الآتية Autonomous Investment تساوي 10 Autonomous Government Expandition تساوي 10 Autonomous Export تساوي 10 ودالة المستوردات تساوي 10 زائد 2.5% من Y ما يعني الآن بأن الدخل التوازن يكون Y ستار تساوي A زائد I زائد G زائد X ناقص MPC كما ذكرنا قبل شريحتين تقريبا ناقص MPC في T ناقص M على MPS زائد MPC في T زائد MPM تطبيق مباشرة نجد بأن Y ستار تساوي هذه القيم جميحة مقسم يعني هنا في البسط كل القيم الثابتة مقسم على MPS زائد 90% من MLT زائد 0.025 اللي هو MPM وتساوي 30.5 على 0.17 وصاوي 179 فاصلة تقريبا 42 هذا الدخل ملاحظ كيف من 450 انخفض إلى 179 نتيجة لدخول الضرائب على شكل دالة ودخول المستوردات لأن الآن يعني أدت إلى الخفاض الدخل التوازني الآن يعود الاخفاض الحاد في الدخل إلى الضرائب والاستيراد إلى الضرائب والاستيراد هذا السهم بس للتذكير بأن الدخل التوازن الخفض من 450 إلى تقريبا 180 نتيجة لدخول الضرائب والمستوردات على منظومة الدخل الكل هذه تمثيل البياني الآن عن محول أفقي Y عن محول العمودي عندي C و G و X طبعا كذا كأمر أنا سقط سهوا من دخل المستوردات هنا فعندي الخط المرجعي 45 درجة هنا الآن C تساوي 15 زائد 0.9 Y قبل دخول الضرائب هذه دالة الإسهلاق قبل دخول الضرائب وبالتالي الدخل الإجمالي كله هو الدخل المتاح فنقطة التقاطع هنا بيكون عندي هنا 15 ما زالت لكن الدخل التوازن هو 150 الآن بعد ما دخلنا الضريبة ينخفض ميل منحنة الاستهلاق أو دالة الاستهلاق وبالتالي الإزاحة أو خنو الدوران إلى الأسفل فالآن هذه الدالة الجديدة C صبتي للدلالة على أنه الآن الاستهلاق بعد الضريبة ما يعني الآن بقي في 15 15 لكن لم يعود الآن الدخل الإجمالي هو اللي بقدر تصرف في المستهلك الآن في عندي دخل متاح اللي هو دخل إجمالي ما تروح منه الضريبة أوكي والتالي نقطة التقاطع انخفضت من 150 إلى 103 point four five والإزاحة إلى اليسار الآن في مستوى الدخل التوازنة الآن دخلنا سي يعني صبتي له بعد الضريبة ودخلنا إليها أو أضفنا إليها قيمة الاستثمار المستقل عن الدخل وهو عشرة قبل ما ذكرت قبل قليل وبالتالي النقطة التقاطع الآن عند هذه النقطة بنزيل 15 زائد 10 سوى 25 الدخل التوازن الآن هو 172 فاصلة 41 نكمل طبعا الآن c plus i plus g c plus i plus g الآن أضفنا g 35 والآن نقطة التقاطع العمولية 35 هاي c plus i plus g لكن كلها بعد الضريبة هاي الـ Autonomous Quantity وبالتالي الآن النقطة التقاطع الجديدة هي عبارة عن الكمية 241 فاصلة 38 أكون بذلك قد انتهيت لكن أذكر بأن الآن إذا أدخلنا الـ x وال-m سينخفض الدخل التوازني كما ذكرت قبل قليل أتركها تمرين للطالب لتحديد نقاط التقاطعات هذه على أمل أن نلتقي في مقطع آخر بإن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته